تحية لك يا زهار وجلال أهلا بكم وأهلا بكم في هذه الجولة المنوعة نمر على مواضيع عدة في الحقيقة أهلا وسهلا نرحب أيضا بكم مشاهدين الكرام كشفت صحيفتها آريتس أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن الرئيس جو بايدن سيؤجل زيارته إلى الشرق الأوسط إلى نهاية الشهر المقبل بدلا من الشهر الحالي لكن بعض المسؤولين يخشون إلغاء الرحلة تماما وتقل الصحيفة عن مصادر معنية قولها أن الانهيار يعود جزئيا إلى مخاوف من انهيار الائتلاف الحكومي في إسرائيل قريبا وتستبعد المصادر أن تتم زيارة بسبب الخوف من سيناريوهين واردين فهناك احتمال أن يكون زعيم المعارضة بنيمين نتانياه قادرا على تشكيل ائتلاف بديل وسيضطر بايدن بالتالي إلى اللقاء معه رغم العلاقة المتوترة بينهما وإذا تقرر حل الكنيس فقد ينظر إلى أي زيارة من بايدن على أنها خطوة لصالح نفتالي بينت أو يائر لبيد اعتمادا على من هو رئيس الوزراء المؤقت عن مستجداتي الوضع في تونس نشرت فورين بوليسي مقالا بعنوان الاتحاد العام التونسي للشغل يحبط طموحات قيس سعيد يوضح التقرير بالقول أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو الهيئة الوحيدة التي تتمتع بالقوة الكافية لعرقلة خطط سعيد وترى المجلة أن سعيد أصبح قريبا جدا من تحقيق أهدافه بعد حل البرلمان وتطهير قطاع العدالة ولا يقف في طريقه الآن سوى الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره طرفا مهما في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي وأوضحت فورين بوليسي أن مضي سعيد في مسعاه دون اتحاد الشغل أمر وارد جدا لكنه في الوقت ذاته يحمل مخاطر إضعاف المشروع السياسي لسعيد ومستقبل تونس الاقتصادي رأى موقع جانفريكا الفرنسي أن الميليشيات المسلحة في ليبيا وحدها ستحسم الصراع بين رئيسي الحكومة عبد الحميد الدبيبة والمعين من برلمان شرقي البلاد فتح باشاغا وأضاف التقرير أن الدبيبة إذا ما أراد الحفاظ على الحكم يحتاج إلى التحالف مع الميليشيات والتنظيمات المسلحة ومثله باشاغا إذا أراد استلام الحكم سيحتاج إلى دعم جماعات السلاح الوضع ليس جديدا حسب المجلة فقبل دبيبة وباشاغا احتاج فائز السراج إلى الميليشيات للسلام الحكومة عام 2015 ويضيف التقرير أن النقطة ضعف التحالف مع أصحاب السلاح أنه قائم على الغنائم المالية وفق تعبيره ويرى أن عجز كل من الدبيبة وباشاغا على حشد البلاد كرس قوة الميليشيات التي أصبح قادتها يبحثون مستقبل ليبيا في الكواليس كتبت صحيفة فينانشل تايمز عن الأثرياء الأوكرانيين ودورهم في الحرب الروسية على بلادهم الصحيفة اعتبرت أن عددا من الأثرياء الذين لعبوا دورا حاسما في مساعدة بلادهم في صراعها مع روسيا بسبب شبه جزيرة القرم ومناطق شرقي البلاد منتصف العقد الماضي يجدون أنفسهم اليوم على الهامش وبعضهم منبوذون في المجتمع الصحيفة أشارت لانقسام الأثرياء الأوكرانيين على خلاف ما كانوا عليه قبل سنوات وكذلك مشاركة بعضهم في أدوات الحكم التي عينتها روسيا في المناطق التي تسيطر عليها شرقية البلاد وكشفت أن الرئيس زيلنسكي والامتصاص الخلافات بين أثرياء بلاده دعاهم إلى اجتماع غدا تبداية الحرب محاولا تقليد بوتين في لقاءاته مع الأثرياء الروس كتبت صحيفة بوليتيكو عن دعوة الجنرال الأمريكية السابق ديفيد دا بالدوين الغربة لإرسال مقاتلة ميغ من الحقبة السوفيتية لأوكرانيا في أقرب وقت معتبرا ذلك أفضل حل ممكن بولدوين قال في تصريح للصحيفة أنه يقترح طائرات الميغ لأن الأوكرانيين مدربون عليها ويرى أن الحديث عن تزويدهم بطائرات غربية الصنع يتطلب نقاشا معمقا حول أعداد طائرات وأنواعها وقدراتها القتالية الصحيفة ذكرت برفض المتحدث باسم مزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي في وقت السابق تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية وذلك ردا على عرض من بولندا بتسليم كييف طائرات من نوع ميغ نقلت صحيفة البيس الإسبانية عن مصادر رسمية في مدريد أن الحكومة الإسبانية أبدت استعدادها لمنح أوكرانيا صواريخ مضادة للطائرات ودبابات من نوع اليوبارد فضلا عن تدريب القوات الأوكرانية على استخدامها وأضافت المصادر أن السلطات الإسبانية تنتظر إنهاء إجراءات التسليم من قبل خلية شتوتكارد وهي الجهة المكلفة بتنسيق المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا موسيقى